بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إليه مدين أما بعد بمناسبة هذا الشهر الكريم هذا الشهر الفضيل نسأل الله عز وجل أن يشكون شهرا مباركا علينا وعليكم وأن يوفقنا الله تعالى فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يكون هذا الشهر فاتحة خير على الأمة الإسلامية وأن يرفع فيه الله تعالى هذا الوباء وبهذه المناسبة يتجدد اللقاء لأن شهر رمضان هو فرصة بالإضافة إلى العبادات والطاعات وفعيل الخيرات هو فرصة أيضا لهذا الصمر الثقافي العلمي المعرفي الذي نريد من خلاله أن نصحح بعض المفاهيم ونقف على بعض الأمور شهر رمضان هذه السنة تميز بميزة خاصة فقد عمد البعض وهي ظاهرة نعيشها هذه السنوات الأخيرة ظاهرة التشكيك في ثوابت الأمة خاصة ثوابت الأمة الدينية فقد عمد البعض إلى التشكيك في هذه الثوابت ومن بينها شهر رمضان فقد طلع علينا البعض وإن كانت الظاهرة قديما شيء ما سنوات ولكن هذه السنة بالخصوص طلع علينا البعض يدعي بأن صيام شهر رمضان لا أصل له وأن صيام هذا الشهر في القرآن الكريم أصلا مبني على الاختيار بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث قالوا بأن صيام شهر رمضان إنما هو عادة فرضها العباسيون على المسلمين في ظل الصراع التاريخي والسياسي الذي كان بين الأمويين والعباسيين إذن فئة ترى أن هذا الشهر فاضر شهر رمضان هو أصلا لا أساس له ولا أصل له وليس عليه دليل وهذا القول الذي ذكروه استندوا فيه إلى بعض النصوص القرآنية مثلا استدلوا بقوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فقالوا بأن هذه الآية بنت الصيام على الطاقة وقال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه معنى يطيقونه أن يقدرون عليه ومع ذلك أرادوا أن يفطروا معنى هذا التفسير الذي ذكره هم قالوا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أي إذا كانت له طاقة على الصيام ومع ذلك أبى أن يصوم وأحبذ أن يفطر وأراد أن يفطر فلاه ذلك ويخرج فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وأرادوا تأكيد الأمر بقوله تعالى أيضا في الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قالوا من خلال هذه الآية أن الصيام مبني على الاختيار وليس على الوجوب وأن تصوموا خير لكم وطبعا هذا الكلام الذي ذكره البعض خلال هذا الشهر بداية هذا الشهر الفضيل وفي السنوات الماضية ما كان له أن يجد أذانا صاغية أو لا يجد له أثرا عند الناس لو كان للناس اطلاع ومعرفة ببعض الأمور البسيطة في الجانب الشرعي ولعل من أبسط هذه الأمور تاريخ تشريع الصيام عند المسلمين ما هي المراحل الذي مر بها تشريع الصيام عند المسلمين ولتوضيح هذا الأمر حتى نرد على هذه الشبهة ونبطل تلك الشبهة لا بد من العودة ومعرفة هذا التاريخ تاريخ تشريع الصيام وبالمناسبة المسلمون في زماننا في حاجة إلى معرفة الكثير من الأمور التي يحاول البعض أن يشككوا فيها مثلا كتابة القرآن الكريم فالبعض أيضا يريد أن يشوهوا ويشككوا الناس في القرآن الكريم فيثيروا شبهات حول كتابة القرآن الكريم وحتى نعرف ونرد على هؤلاء لا بد من أن نعود وندرس ونقرأ المراحل التي مر بها القرآن الكريم من حيث الكتابة كذلك الآن الذين يشككون في مسألة فرضية الصيام ووجوب الصيام شهر رمضان نقول ونرد على هؤلاء بأن نعود وندرس تاريخ تشريع الصيام حتى نقف على الأمور ونحدد الثغارات التي استغلها هؤلاء لتمرير شبهتهم إذن ما هي مراحل تشريع الصيام عند المسلمين طبعا المرحلة الأولى في تاريخ الإسلام هي المرحلة المكية حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة في هذه المرحلة لم يفرض الله تعالى صيام شهر رمضان إنما كان الصيام من الرسول صلى الله عليه وسلم صيام تطوع وتحنث كان اختيار شخصي وكان عليه الصلاة والسلام يصوم في مكة يوم عاشوراء يحرص على صيام يوم عاشوراء وكان هذا اليوم الذي يصومه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يحرص مشرك قريش على صيام هذا اليوم كما ذكرت ذلك عائشة وروا الحديث الإمام المسلم في صحيحه المشركون كانوا يصوم يوم عاشوراء في المرحلة المكية اعتقادا منهم بأنه من بقايا رسالة إبراهيم عليه السلام إذن مجمل القول أن الصيام شهر رمضان لم يفرض في المرحلة المكية في مكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم صيام تطوع وتحنث باستثناء يوم عاشوراء الذي كان يحرص على صيامه كما كان يحرص المشركون على صيام هذا اليوم اعتقادا منهم بأنه من بقايا رسالة إبراهيم عليه السلام بعد ذلك هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ففي المدينة المنورة التقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود فوجد أنهم يريدوا أن يصوموا يوم عاشوراء فسأل عليه الصلاة والسلام عن السر في ذلك عن السبب في ذلك فقال اليهود إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فهم يصومون ذلك اليوم يوم عاشوراء اعتقادا منهم أنهم يحيوا بذلك المناسبة ذكرى نجاة موسى من فرعون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم أنا أولى بموسى منكم فصام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر أصحابه بأن يصوموا يوم عاشوراء فكان الصيام عاشوراء في هذه المرحلة صياما واجبا هو أول ما وجب على المسلمين في الصيام هو صيام يوم عاشوراء مع بداية المرحلة المدنية في السنة الثانية للهجرة نزل قوله تعالى في كتابه الكريم في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم هذه الآية أوجبت الصيام على المسلمين بصفة واضحة فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكان هذا كما قلت في السنة الثانية للهجرة كما كتب بمعنى فرضة كما كتب على الذين من قبلكم أي الأمم السابقة فالله تعالى يبين من خلال هذا أن تشريع الصيام لم يكن مقتصرا على المسلمين وإنما شرع وفرض على الأمم السابقة وهذا فيه إشارة إلى وحدة التشريعات السماوية إذن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي الحكمة من تشريع الصيام هي تحقيق التقوى تتقون أياما معدودات وهنا نقف لحظة وهي أن الله عز وجل لم يحدد هنا صيام شهر رمضان وإنما قال تتقون أياما معدودات ولهذا كان المسلمون في هذه المرحلة كان صيام المسلمين في هذه المرحلة هو أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فبالإضافة إلى صيام يوم عشرة كان المسلمون مع نزول هذه الآية يصومون ثلاثة أيام من كل شهر هكذا كان الصيام في بدايته صيام يوم عشرة مر كل سنة وصيام ثلاثة أيام في كل شهر منطلاقا من قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ ثم رخص الله تعالى للمريض والمسافر في أن يفطر فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا وعلى صفرين فعدة من أيام أخر أن يفطر ويقضي تلك الأيام ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين هذه الآية هي التي وقف عندها هؤلاء فقالوا وعلى الذين يطيقونه من الطاقة أي القدرة بمعنى وعلى الذين يقدرون عليه وأبوا أن يصوموا فلهم أن يفطروا وأن يخرجوا فدية هكذا فسرهم الآية مع العلم بأن لها تفسيرات أخرى في القرآن الكريم ذكر بعض العلماء من تفسيرات هذه الآية قولهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين قالوا بمعنى أي الذي يصوم بجهد ومشقة ويبذل طاقة في الصيام إن كان الإنسان يجد جهدا ومشقة كالعجوز الإنسان العجوز المتقدم في السن فله أن يفطر ويخرج فدية هذه من تفسيرات التي ذكرها بعض العلماء أيضا هناك تفسيرات أخرى ذكرها بعض العلماء اعتمدت على الجانب اللغوي وهي تقدير حرف محدوف وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين تقدير الكلام هنا وعلى الذين لا يطيقونه طبعا وهذا له دلالته واستعمالاته في الجانب اللغوي وهو أسلوب الحدف ثم أيضا قالوا بأن مما يدل على أن الصيام ليس واجبا هو قوله تعالى بعد هذه الآية وأن تصوموا خير لكم فجعل الله تعالى الصيام على الاختيار أفضل أن تصوموا فمعناه أنه ليس واجبا هكذا استدل هؤلاء فقالوا بأن الصيام ليس واجبا لكنهم تغافلوا أو تناسوا بأن هذه الآية أعقبتها آية أخرى وهي التي حددت الصورة النهائية للصيام وهي قوله عز وجل في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى صفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم فحددت هذه الآية الشهر فقال عز وجل شهر رمضان فحددت الشهر الذي يجب صيامه بالاسم وبالمناسبة شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن الكريم باسمه ويكفيه هذا فخرا وشرفا وفضلا ومكانة ورفعة أنه الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن بالاسم نعم في القرآن الكريم أشهر أخرى ولكن بدون ذكر اسمها فقال الله عز وجل مثلا في سورة التوبة بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فذكر الله تعالى الأشهر ولكن لم يسميها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أيضا فلم يسمى الشهر لكن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي تم ذكره بالاسم في القرآن الكريم وكما قلت هذا يكفيه فضل وفخر وشرف وعزة وقدر بالإضافة إلى أن هذا الشهر الكريم خصه الله تعالى بنزول القرآن الكريم فيكفيه أيضا من الفضل والفخر أنه الشهر الذي ذكر في القرآن الكريم بالاسم وأن الله تعالى خصه بنزول القرآن فيه وأن هذا الشهر هو بداية لنزول الوحي وأن هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر وهذا الشهر فرض فيه الصيام كل هذه الأمور تجعل لشهر رمضان مكان خاصة ولهذا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال الزوجل ومن شهد منكم الشهر فليصمها من شهد قال العلماء هنا من رأى بعينه وشهد أي حضر أيضا الرؤية العينية والحضور من شهد الهلال شهر رمضان وجب عليه أن يصم فقال الله تعالى فليصمه وليصمه هي فعل مضارع مقرون بلا من الأمر وهذه الصيغة هي من الصيغ التي يستدل بها علماء الأصول على الواجب الواجب له صيغ متعددة في القرآن الكريم منها الأمر الصريح أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومنها فعل المضارع المقرون بلا من الأمر كما في هذه الآية في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأوجب الله تعالى صيام شهر رمضان فأصبح المسلمون بعد نزول هذه الآية يصوموا شهر رمضان مرة كل سنة فلم يعد ذلك الصيام صيام يوم عشوراء مرة في السنة أو صيام ثلاثة أيام من الشهر وإنما أصبح الصيام الواجب هو صيام شهر رمضان مرة كل سنة وقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو فمن كان منكم مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر أي من كان مريضا فله عذر في الإفطار ومن كان على صفر فله عذر في الإفطار لكن العلماء هنا وقفوا وقفة ذقيقة تبين أمرا له علاقة بهذا الذي نتحدث عنه إذا تحدثنا عن الآية الأولى الله تعالى يقول في كتابه الكريم يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على صفر فعدة من أيام أخر فقال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على صفر في الآية الثانية قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر إذن في الآية الأولى فمن كان منكم مريضا أو على صفر في الآية الثانية فمن كان مريضا أو على صفر فتساءل بعض العلماء لماذا ذكرت في نفس الصياغة ذكرت كلمة منكم في الآية الأولى ولم تذكر كلمة منكم في الآية الثانية قال العلماء لأن في الآية الأولى كما قلنا أن الصيام كان مبني عن الاختيار فقال الله عز وجل وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ فقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على صفر أي من اختار منكم الإفطار أو من اختار منكم الصيام ولكنه كان مريضا أو كان بصفر فله أن يفتر فمن كان منكم أي من اختار لكن في الآية الثانية التي فرض فيها الصيام فأصبح واجبا فقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم قال الله عز وجل ومن كان مريضا وعلى صفر لم تذكر كلمة منكم لأن هنا لم يعود الصيام على الاختيار لأن الأصل الكل سيصوم إنما من كان مريضا أو على صفر فله أن يفتر ويقضي هذه الأيام إذن فنقول أن وجوب صيام شهر رمضان مبني على هذا التسلسل نعم الآية الأولى كان فيها اختيار وأن تصوموا خير لكم ولكن جاءت الآية الثانية بعض العلماء هنا يقولوا بالنسخ وأن هذه الآية الثانية نسخت الآية الأولى وأن الله عز وجل أوجب صيام شهر رمضان فقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان وجب عليه أو هلال شهر رمضان وجب عليه أن يصوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومما يدل على أن الصيام واجب للشهر كاملا قوله تعالى وليتكملوا العدة لتكملوا العدة أي تكملوا عدد أيام شهر رمضان أن تكملوا صيام عدد أيام شهر رمضان قال تعالى وليتكملوا العدة وليتكبروا الله تكملوا العدة أي تتموا صيام عدد أيام شهر رمضان وتكبروا الله أي تكبيرات العيد التي تكون موالية أو تأتي مباشرة بعد إتمام صيام شهر رمضان فنبدأ يوم العيد بالتكبيرات والتهليل والتسبيح والتحميد إذن هذا التسلسل أيها الإخوة الكرام يبين لنا كيف كان الصيام في المرحلة المكية وكيف بدأ الصيام في المرحلة المدنية مع صيام يوم عاشرة وأن صيام يوم عاشرة كان واجبا ثم مع قوله تعالى أيام المعدودات أصبح أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولكن كان مبني على الاختيار قوله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم ثم بعد ذلك أوجب الله تعالى صيام شهر رمضان فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد ملكم الشهر فليصمه فأوجب الله تعالى الصيام شهر رمضان ولتكملوا العدة تتم عدد أيام شهر رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم تكبيرات العيد بعد هذه الصورة النهائية التي أوجب فيها الله تعالى الصيام شهر رمضان أصبح الصيام يوم عاشوراء الذي أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مع بداية الهجرة أصبح الصيام يوم عاشوراء صياما مستحبا يدخل في التطوع وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا حديثا يقع فيه الكثير من الناس في شبهة نود أن نوضحها ونبينها وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وقال لئن عشت إلى قابل إذا يسر الله للحياة السنة القادمة فأصوم يوم عاشوراء عشراء محرم وتاسعاء أين صومت سعاء محرم وعشراء محرم فقال العلماء هذا من باب مخالفة اليهود الذين كانوا يحرصون على الصيام يوم عشراء لكن الشبهة التي يحب أن يثيرها البعض وهم أنهم يجمعوا بين هذين الحديثين الحديث الأول الذي ذكرناه بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وجد اليهود يصومون يوم عشراء فسألهم عن ذلك فقالوا إنه اليوم الذي نج فيه الله موسى من فرعون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم فصامه وأمر أصحابه بأن يصوموا ذلك اليوم يوم عشراء منهم من يجمع الحديثين فيقول وقال صلى الله عليه وسلم ولئن عشت إلى قابلين لأصوم النتاسعاء وعشراء ومات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيش إلى قابلين فالجمع بين هذين الحديثين يثير في ذهنه شبهة وهو كيف للرسول صلى الله عليه وسلم وقد حل بالمدينة في بداية الهجرة قبل أن يفرض الله تعالى الصيام على المسلمين يأمر المسلمين بصيام يوم عشراء وأن يقول في السنة الأولى للهجرة ويقول ولئن عشت إلى قابلين يعني ولم يعيش إلى قابلين يعني الله السنة الثانية للهجرة وهذا فعلا إشكال طرحه العلماء فقالوا الحديثين منفر الصيلين الحديث الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن عشت إلى قابلين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفعلا حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر كان بقصد أن يخالف اليهود وقاله في آخر حياته وكان قادر الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات دون أن يلحق إلى يوم عشراء الموالي وهذا الأمر ذكره الإمام نووي في شرحه لهذه الحديث في صحيح مسلم وذكره الإمام بن حجر في شرحه لصحيح البخاري في كتابه فتح الباري إذن هذه صورة عامة لتاريخ تشريع الصيام عند المسلمين وتبين لنا بأن الأمر مر بمراحل مر بتدريج ولعل هذا يشير إلى عقلانية الإسلام وواقعية الإسلام ومنطق الذي يعتمه للإسلام في تشريع الأحكام هذا الأمر حينما لا يدركه البعض يثير في ذهنه بعض الشبهات وإنما نقول لا بد من البحث والتقصي والمعرفة لكي نضع حدا لمثل هذه الشبهات نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم وأن يتقبل مننا الصلاة والصيام والقيام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته